ما طبيعة عملية الاستماع؟ أنت كمعلم لللغة العربية، يجب أن تتعرف إلى طبيعة عملية الاستماع حتى تتمكن من تنمية هذه المهارة لدى المتعلمين في مختلف مراحل التعليم. تبدأ عملية الاستماع أولاً بالتعرف والتمييز، وتعني هذه المرحلة أن يفهم المستمع الكلمات والجمل والأفكار والمعلومات والأحداث التي يستمع إليها فهماً مباشراً كما أوردها المتحدث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الفهم والتفسير، وفي هذه المرحلة يحاول المستمع فهم المعاني الضمنية غير المباشرة التي لم يصرح بها المتحدث في رسالته، ويسعى أيضاً إلى الرط بين المعاني واستنتاج العلاقات بين الأفكار. في هذا المستوى كذلك يحاول المستمع أن يفهم رسالة المتحدث جيداً، ثم يقوم بتصنيفها وتنظيمها في إطار فكري معين يتناسب مع طبيعة النص المسموع. أيضاً في مستوى الفهم والتفسير، فإن على المستمع أن يدرك معنى الرسالة، ومعنى إدراك معنى الرسالة، أي القدرة على تطبيق المعلومات التي احتوت عليها رسالة المتحدث في مواقف أخرى جديدة ومشابهة، مع محاولة الإفادة منها في حل مشكلات حقيقية، ثم يأتي النقد، والنقد يعني أن يستطيع المستمع أن يصدر حكماً على المادة المسموعة من جوانب عدة، كان يحكم على مستوى اللغة، وعلى قيمة الدلالة، وعلى الوظيفة، ثم يقوم الرسالة المسموعة من حيث جودتها ودقتها، وقوة تأثيرها على المستمعين، وذلك وفق معايير مناسبة ومضبوطة، أخيراً، يأتي مستوى التفاعل في هذا المستوى، يستطيع المستمع أن يكتشف مشاعر المتحدث، وأن يعبر عنها من وجهة نظره بأسلوب لغوي مميز، كذلك يمكن للمستمع أن يستنبط ما يرمي إليه الكاتب من تعبيرات إيحائية، ومن إشارات اللغوية تكشف عن توجيهات وجدانية معينة، كما يتمكن المستمع في هذا المستوى من الربط الفني بين الشعور والفكر من ناحية، والصياغ اللغوية من ناحية أخرى، هذه هي الطبيعة المميزة لعملية الاستماع، فالمستمع يبدأ بالتعرف والتمييز إلى الرسالة، ثم ينتقل إلى فهمها وتفسيرها، ثم يعمل على إدراك معناها وتطبيق ما فيها من دروس مفيدة في حياته، ثم يكون قادرا على نقد هذه الرسالة، وإظهار ما بها من جوانب إيجابية أو سلبية، ثم ها هو يتفاعل مع الرسالة المسموعة تفاعلا إيجابيا.